جهة العيون السقي الحمراء بجهة بمؤهلات واعدة ومشاريع مهيكلة منجزة وأخرى قيد الإنجاز دينامية تنموية في مختلف المجالات تحضى بإشادة وزيرة شؤون الخارجية الملوية السيدة نانسي تيمبو التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب للإطلاع عن قرب على التطور التي تشهدها جهة العيون السقي الحمراء في مختلف القطاعات وكذل جهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية الأساسية في إطار تنزيل نموذج تنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلال الملك محمد السادس سنة 2015 السيدة تيمبو خلال زيارة خاصت بها مدينة المهن والكفاءات وكلية الطب والصيدل الأتين تندرجان في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية بالإضافة إلى المناء الفصفاطي نوهت بجودة البنية التحتية والاستثمارات المنجزة معبرة عن انبهارها بجودة هذه المشاريع الوزيرة الملوية أعربت كذلك بهذه المناسبة عن رغبة بلادها في استلهام تجربة جهة العيون السقي الحمراء في مجال الاستثمارات والبنية التحتية مؤكدة على ضرورة مواصلة تعزيز التواصل بين البلدين بهدف الاستفادة من كافة البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية ترجمة نانسي قنقر